السلام عليكم ازايكم الشباب عاملين ايه؟ معاكم احمد نجاح فرقة خمسة ان شاء الله هنبدأ مع بعض مديود للرسبيراتوري ان شاء الله يكون مديود لطيف ويكون مسك الختام لكم هو المعلومات اللي فيه هتلاقوها كويسة لكن محتاجة تركيز في التفاصيل وكده عشان يعني ناخد بالنا منها لكن ان شاء الله يكون تمام وربنا يوفقكم فيه وتكون الحاجة كويسة لاخر الترمية قبل ما نبدأ محاضرتنا كان روي عن ابو بكر الصديق رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصدر ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر له ثم قرأ هذه الآية هي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والركعتين دول السلاك العظيم الركعتين دول يعني بيسموا فيما معناه بصلاة التوبة او صلاة الاستغفار وهي من ضمن السنن المهجورة في الفترة الاخيرة فيعني حاجة كويسة ان احنا يعني نخلص ظنوبنا بج بج يلا بسم الله نبدأ محاضرتنا على طول مقدمة سريعة كده ممكن تلقوها مش موجود عندكم في الكتاب لكن هي سريعة بس مش اكتر اللي احنا هنتكلم عنه الميديول بتاعنا هو ميديول تمام فانا لو جيت اقولك ايه هو عشان لما تيتكلم عن اي حاجة لازم تكون عارف تعرفها تمام ولو جينا بمنطقة المنطقية او التنفس هتلاقيه بتقول ان انا بعمل عندي شهيق وزفير فالشهير بيدخلي اكسوجين جوه والزفير بيخرجني ساني اكسيد الكربون برا ومية فهو فعلا هو كده الحاجات اللي احنا نقدرها من ربع ابتدائي المقدمة ديت اللي هو ايه اللي هو ريسبيريشن بيحصل عندي ترانسبورد للأكسوجين من الاتموسفير الخارجي يدخل جوه اللانج واللانج تروح مخرجة الكربون دايكسيد والمية طيب هل في وظيفة للرسبيريشن اكيد طبعا ايه هي برضو من حاجات من ربع ابتدائي ان هو بيمد الجسم بالاكسوجين دي اول حاجة تاني حاجة بيبتدي يستطيع ان هو يخلص الجسم من سان اكسيد الكربون والمية الكتير اللي ممكن تكون موجودة جوه فده بيساعد الجسم على ان هو يحافظ على تمام ودي حاجة مهمة جدا فعلا ان انت تخرج الكربون دايكسيد وكده بيساعدك على ان انت تحافظ على درجة الحرارة بتاعت الجسم واثاني حاجة بيحافظ على البي اتش بتاع الجسم ان هي تبقى ثابتة لان احنا عارفين ان البي اتش لو راحت ناحية الاسد او راحت ناحية البيز هيعمل لي مشكلة كبيرة في الوظائف بتاع الجسم فطبعا فكرة الCO2 بالذات لما بتبتدي انت تتخرجه بالصورة المنتظمة ده بيساعدك في ان انت تحافظ على البي اتش كتير مش عايزين ندخل في التفاصيل في الجزئية دي كده كده هتاخدوها اكتر في البطن وكده لكن فعلا دي وظيفة مهمة جدا كذلك بيساعد في الفيناس ريتيرن وبرضو دي مش محتاجين ندخل في التفاصيل هي بس كانت حاجة سريعة عشان نبقى عارفينها قبل ما نتكلم في المنهج بتاعنا اول حاجة لما نيجي نتكلم عنها بقى لما نيجي نتكلم احنا قلنا ان انا عندي الاسبيريشن اللي انا بيحصل عندي فيه اكس تشينج ما بين الوطو والسي اوطو والبوتر حلو الكلام هل انا عندي منه انواع اه طبعا عندي منه انواع ايه هي الانواع بتاعتي اول حاجة عندي et ces terminal respiration وعندي internal respiration الاسابنت عندنا ان انا بدخل اكسوجين وبخرج CO2 حلو الكلام اللي هو عندي كمية غزاب بتتحرك ودي يعني اننا مش محتاجين ان نقول فيها حاجة ماهي سيحدث؟ بل يحدث ان انا دلوقتي عندي الأتموسفيريك بريشا وانا عندي دلوقتي الفيدي المنزل فيها شوية هوا بنروح مداخلين الهوا اللي هو جوء من المنزل أو الاتموسفيريك إير يقوم داخل جوة الفيدي المنزل تمام؟ فيحصل عندي اول حاجة بتحصل هي الجاز إكس يشنج تمام؟ هذا الجاز إكس تشنج بيحصل ما بين إيه؟ ما بين الالفيولاي والبلمونري كابيلاريز تمام؟ طيب حلو الكلام الالفيولاي دي اللي هي الفنكشنال يونيت بتاع اللانج تمام طيب بعد اما انا حصل جاز اكششنج والاكسجين راح للالفيولاي بيحصل ايه بقى بيقوم منقول من الالفيولاي روح للتيشو وبعد كده انا عايز اخده بقى الاكسجين ده من التشو او او عايز اوديه للبادي كله فابتدي اوديه للدمن عن طريق الديفيوجن تمام لو جينا نبص كده على الصورة اللي تحت هنا تمام انا دلوقتي اجيالي ايه الثانية واحدة يبقى انا هنا مثلا لو جيت تشوف الهوى داخل عندي هنا هوت الهوى داخل عندي وخلاص انا عملت الكتار والامور تمام وده طبعا عندي هنا بلات فيسل هوت ده البلات فيسل اللي احنا بنشاور عليه ده فالبلات فيسل خلاص خلاص خد الايه خد الاوتو عن طريق الدفيوجن حلو الكلام يبقى انا النهاية بتاعتي في الكتاري انه فنتليشن ان انا خلاص عندي حصل الكتاري ووديت الاكسجين للدم طيب بعد كده الاكسوجين لما راح الدم هنبتدي ندخل بقى في النوع التاني من الفنتيليشن او الاسبيريشن اللي هو اسمه انترنال بيحصل ازاي؟ انا دلوقتي عندي الاكسوجين جوه في الجسم تمام بيروح لتيشو معين او لمكان معين ما هو الوظيفة الاساسية انه هو يروح يغزيها طيب التيشو او المكان اللي انا بتكلم فيه ده بيكون فيه عندي الميتوكنديريا والميتوكنديريا بيطلع اتي بيه تمام وفي نفس الوقت التيشو بيبقى فيه جولوكوز فطبعا لما الاكسوجين بيدخل بيبتدي يحصل شوات حاجات كده في البايو كبيرة كده معقدة كده مش مهم ان احنا نتكلم فيها دلوقتي لكن النتيجة النهائية ان الاكسوجين لما بيدخل بيحرق الجولوكوز ومن ضمن النواتج ان انا بيطلع عندي ثاني اكسيد الكربون فبالتالي انا دلوقتي دخل عندي اكسوجين وطلع من عندي ثاني اكسيد الكربون يبقى انا حصل عندي فنتيليشن لكن الفرق إن أنا عندي الإكسترنال ده بيحصل ما بين الهوى من برة واللنج لكن إنترنال بيحصل جوه الجسم على طول تمام؟ يبقى دي أول حاجة عايزين نتكلم عنها اللي هي الإيه؟ الإكسترنال والإنترنال فينتليشن حلو الكلام؟ طيب نتنقل بعد كده للجزء الثاني عندنا الميكانيزم أوف بريثينج إحنا بقى دلوقتي عندك التنفس بتاعنا اللي إحنا حافظين إن أنا عندي شهيك وزفير والحوارات ديات عايزين نتكلم بقى على الميكانيزم اللي بتحصل عندي طيب فيه تعريف في الأول عايزين نقوله اسمه أوبنية اللي هو نورمال كويت بريثينج اللي هو التنفس الهادي الطبيعي جدا 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 طبعا خدوا بالكم معي من الصورة ديات اللي إحنا بنتكلم فيها إحنا طبعا عندنا الصورة الصورة اللي هي ثانية إحنا عندنا الصورة ديات لشخص بياخد شهيك اللي هو الـ Enter وهنا بقى الـ Air Output اللي هو في حالة الزفير اللي هو الـ Expiration والنلعب التانية اللي على الشمال ديات اللي هي الـ Inspiration تمام طيب ركزوا في الصورة وكده كده هنشرح تفاصيلها دلوقتي على طول لكن حاولوا تشوفوا إن فيه فرقات ما بين الصورتين واضحة جدا في شكل الشيست بتاع كل شخص حلو الكلام طيب دلوقتي قبل ما تكلموا على الميكانيزم أو الـ Respiration أو الـ Ventilation أو أيا كان هكلمك على حاجة اسمها Respiratory Cycle اللي هي دورة التنفس طبعا زي ما كان فيه كايردياك سايكل فيه برضو عندي الـ Respiratory Cycle لكن طبعا هنا فيه فروق تمام طيب لما نيجي نتكلم دلوقتي على الـ Respiratory Cycle اللي هي عندنا في الصورة هتلاقيها بتتكون من ثلاث حاجات ايه هم الثلاث حاجات؟ اول حاجة بتتكون من الـ Inspiration اللي هو خلاص حد خد نفس تمام دي اول حاجة الـ Inspiration بعد كده تاني حاجة دي الـ Inspiration هيت واضحة جدا هيت بعد كده عندي ديت الـ Inspiration وبعد كده فيه فترة سبتة خالص لا فيها طلوع ولا فيها نزول ودي بتسمى الـ Inspiratory بجوزة طيب ايه بقى اللي احنا هنتكلم فيه في كل فترة من دول؟ اول حاجة الشخص خد ايه خد نفس اللي هو عملية الـ Inspiration لو جيت انت تاخد نفس كده حط ايدك هنا على صدرك كده واخد نفس وحس باللي بيحصل هتلاقي ان الثلاث الكافتي بتاعه او الثلاث الكافتي بتاعي بتلاقي بيجبر بيتمدد دي اول حاجة بتحصل لما تيجي تاخد بالك في الـ Inspiration بيتمدد لو بضلت حاطت ايدك في مكانها وسبت نفسك لما الهوا بتاعك خرج هتلاقي ان التمدد ده قل ورجع حصل انكماش ورجع كل حاجة الوضاعها الطبيعي طيب ماشي طيب هل دلوقتي انت محتاج تبزل مجهود عشان تاخد نفسك؟ اه منطفي جدا لان انت لازم تاخد نفسك لكن بتحتاج تبزل مجهود عشان تخرج الهوا اللي جواه؟ لا جرب كده ما تهتمش هتلاقيك الهوا بيخرج لوحده طيب ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي الـ Inspiration Inspiration هو عبارة عن Active Process هو عملية Active بتبقى محتاجة مجهود محتاجة effort مش شرط مجهود يعني ان انت بتعمل حاجة قوية لا هو محتاج منك شغل لكن الـ Expiration ده بتبقى عملية Passive تمام؟ وبما اني انا عندي العملية بتاعة الـ Expiration هي بتبقى Passive يبقى طبيعي الوقت بتاعها هيكون اكتر عندي الـ Respiratory Cycle على بعضها بتبقى حوالي ثلاث ثواني الـ Expiration بيبقى نصيبها منها واحد وسبعة من عشرة ثانية لكن الـ Inspiration بيبقى نصيبها واحد وثلاثة من عشرة ثانية مش محتاجة اقولك ان انا لما اتنفس الهوا بيدخل لجوه ولما اجي يحصل عندي في الشهيخ الهوا بيدخل لجوه في الزفير الهوا بيخرج لبرا اللي هو Air Rush In و Air Rush Out والحوارات دي لا معروفة يعني فاللي بيحصل يبقى دلوقتي اللي بيحصل عندنا في حالة الـ Inspiration اللي هي Active Process تمام؟ بيحصل عندي ان الـ Lung بيحصل لها Expansion تمام؟ والـ Chest Wall كلها بيحصل لها Expansion عشان تبتدي تاخد الكمية اللي انت عايزها من الهوا براحتك طيب على عكسها بقى في الـ Expiration بتبقى Passive بيحصل عندي Lung Recoil أو Collapse اللانج بتبتدي تن كامش وترجع لحجمها الصغير حلو الكلام؟ طيب بعد كده نروح بقى لحاجة مهمة جداً ووقتها مهمة جداً 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 اسمها الـ Expiratory Repose هي فترة راحة الجسم بيبتدي ياخدها بعد الـ Respiratory Cycle بتبقى مدتها حوالي 7 من 10 ثانية يعني في حدود 7 من 10 لثانية بس يعني تقريباً 7 من 10 7 من 10 جزء من الثانية لعدد 1 ثانية يعني الـ Respiratory أو الـ Expiratory Boost دي بيبقى مفيش فيها أي حاجة خالص خالص لا فيه Elevation ولا Depression ولا أي حاجة لكن هل الـ Expiratory Boost دي سبتة في كل الأوقات؟ ولا أنا ممكن أخد شاهيك وزفير شاهيك وزفير متواصلين ولا بعض؟ آه ممكن أخدهم لما يكون أنا عامل مجهود Mascular Exercise ولا حاجة أو أي إن كان المجهود اللي أنت عامله مخليك يعني بتنحك زي ما بيقوله فهتلاقي طبعاً عندك شاهيك وزفير متواصلين مفيش فترة ولا فيه وقت له الهدوء اللي إحنا بنقوله يبقى أنا دلوقتي عندي الـ Inspiratory Cycle بتتكلم بتتكون من ثلاث حاجات أول حاجة Inspiration ودي Active و 1 و 3 من 10 ثانية Expiration ودي Passive و بتبقى 1 و 7 من 10 ثانية وآخر حاجة عندي البوز دي بتبقى 7 من 10 ثانية حلو الكلام؟ طيب نتكلم دلوقتي أنا بكتلك إن أنا عندي Inspiration وعندي Expiration فتعالي أقولك إيه اللي بيحصل عشان يحصل عندي Inspiration وأقولك إيه اللي بيحصل عشان يحصل عندي Expiration تمام؟ طيب أول حاجة لما أجي أقولها لك وأنا بيقولك إن أنا عندي حاجة اسمها Inspiration أو الشهيق لو جيت تبص معايا أو تفتكر معايا لأنا لسه إيه لك إن أنا عندي الثراث الكافتي كله بيجبر أو بيحصل عندي Expand بيبتدي يتمدد فلما أجي أقولك دلوقتي إن أنا عندي Mechanism of Inspiration بتحصل عن طريق أربع حاجات إيه هما؟ أول حاجة إن أنا بيحصل عندي زيادة في كل الديامتر بتاع الثراث الكافتي اللي هو بيتمدد وإيه الديامتر دي؟ أقولها لك السلايد الجاية إن شاء الله طيب تاني حاجة لما الثراث الكافتي يبتدي يتمدد يسيب مساحة أكبر للرئة إن هي تتمدد فبيبتدي يحصل عندي Long Expansion حلو كلام؟ طيب لما بيبتدي يحصل عندي Long Expansion تعال نرجع بس الحاجة بسيطة في قانون الفيزياء دلوقتي أنا Long كان فيها كمية هوى معينين حلو كلام؟ وهي ده كان حجمها حاجة معينة في الوضع الطبيعي يبقى الحجم بتاعها ثابت أو على حاجة معينة مناسبة لكمية الهوى اللي فيها طيب أنا دلوقتي لسه إيه لك إيه لسه إيه لك إن أنا عندي ثراث الكافتي كبرت وفي نفس الوقت حصل لها Expansion يبقى حصل فيها إيه؟ حصل فيها زيادة في الحجم طيب هل نسبة الهوى اتغيرت؟ لا إحنا لحد الآن لسه ما دخلش هوى للرئة يبقى أنا نسبة الهوى اللي كانت فيها اتغيرت ولا لا؟ ثابتة ثابتة طيب اللي اتغير اتغير الحجم يبقى دلوقتي لما جا أقول لك نفس كمية الهوى فحجم زاد يبقى الضغط اللي جوه هيقل ولا هيزيد بمنطقة المنطقية الضغط اللي جوه هيقل حلو كلام؟ طيب برضو من ضمن قوانين الفيزياء إن أنا عندي الغاز بيبتدي يتنقل أو ينتشر من الضغط الأعلى للضغط الأقل أنا دلوقتي في الحالة الطبيعية للرئة لو إحنا سابتين هتلاقي إن ضغطها هيبقى مساوي للضغط الجوي فما فيش تبادل ما بين الغازات أنا بكلمك في فترة بسيطة جدا اللي هو بيبقى فيها نسبة هوا بسيطة طبعا تعرف الرئة بشغالة على طول لكن أنا بكلمك في نقطة معينة أول ما بيبتدي يحصل عندي الإكسبانشن أوف اللانج ويبتدي طبعا الحجم بتاعها يزيد على نفس النسبة السابتة أو كمية السابتة من الهواء يبتدي يحصل عندي الضغط اللي جواها يبقى يبقى نيجاتيف فساعتها الضغط اللي بره اللي هو الأتموسفيريك بريشار بقى أكبر منه اللي هو بيبقى حوالي 760 ده الأتموسفيريك بريشار ساعتها الإنترا ألفلار بريشار اللي هو الضغط اللي هو الجوة الألف يولاي اللي هو الجوة الرئة بيبقى 759 يبقى الفرق عندي واحد ده بيخلي الإير يدخل اللانج الإير يدخل اللانج تاني تاني أنا دلوقتي بيحصل عندي أول حاجة إن أنا بيبتدي يحصل عندي الديفرام بيحصل له كنتركشن ودي احنا لسه هنقولها في السلايد الجاي بس بيحصل عندي ديافرام كنتركشن تمام؟ وفي نفس الوقت بقية العضلات بتساعد ان انا بيبتدي يحصل عندي increase للثراس الكافتي كلها فاللنج بيبتدي طبعاً الفوليم في الثوركس هوا بيينكريز وده اكيد واضح طبعاً اللنج بيبتدي يحصل لها expansion فبيبتدي يزيد الحجم والكمية ثابتة بتاعت الهوى فساعتها انا هيبتدي الضغط اللي جوه الانترا الفيلر بريشر بيبقى اقل من الاتموسفيريك بريشر بحوالي واحد ساعتها ده بيسمح بدخول الهوى للرئة تمام طيب اول نقطة احنا بنقولها increase in all diameter of the thrust cavity طيب هل انا عندي diameter زي للثراس الكافتي او طبعاً انا عندي thrust cavity طبعاً دي عندنا sternum اهيت دي الا sternum وديت ال ribs بتاعتنا لما تيجي تتكلم عنها وبتنتيها عندي بالديافرام ده thrust cavity طبعاً لما اجي اقولك بالمنطقية يعني لو انا جيت خط خط كده وقلتلك ده diameter اللي هو بطول الا sternum نزل للديافرام يبقى ده vertical diameter او longitudinal diameter لو جيت خط خط بالعرض يبقى ده عندي transverse diameter ومن وره يبقى انا عندي ده anthroposterior diameter دي اسماء الديامترز اللي احنا بنتكلم فيها طيب دول بيزيدوا ليه او ايه اللي بيحصل عندي اول حاجة لما انا اجي اتنفس بيحصل عندي ودي عارفينها برضو من رابعة ابتداية ولا مش عارف ايه حافظينها يعني كلمة انقباض للعضلة بتاعة الحجاب الحاجز اللي هو الديافرام طيب لو جيت اقولك بص معايا على الديافرام هنا في الديافرام بص شكله عامل ازاي وبص الصراس الكافتي عامل ازاي بص شكل الكافتي كله وبص عندي هنا في الديافرام هتلاقي فرق رهيب الديافرام هنا لما شكله الطبيعي اصلا بيبقى دوم شيب يعني هو بيبقى عامل القوس بتاعه ده كده ده شكله الطبيعي من غير اي حاجة لما انا بيبتدي يحصل عندي كونتراكشن الديافرام بيبتدي ينزل لتحت شوية ويبقى فلات فبيبتدي يتغير شكله بيبقى عامل كده هل ده بيساعدك اه طبعا انت لو جيت تبص بينتهي عندي التراس الكافتي بالديافرام لما الديافرام ينزل لتحت شوية ده بيساعدك ان انا يحصل عندي تمدد زيادة الحاجات بتبتدي تاخد مساحتها بشكل مرتاح اللونج بتزيد لتحت بشكل مرتاح ساعتها بيزيد عندي ايه بيزيد عندي الvertecal diameter تمام الvertecal diameter لان انا عندي بينتهي بالديافرام فيزيد عندي الvertecal diameter الديافرام ده مهم جدا في عملية التنفس ده اهم مصل بتساعدك في التنفس اهم مصل في الinspiration هي الديافرام بتمثل حوالي 75% من زيادة السراس الكافتي او size بتاعنا حوالي 75% تخيل من الديافرام يبقى دي اول حاجة عندنا اللي هي الايه اللي هي الديافرام تمام طيب تاني حاجة عندنا احنا قلنا عندي الهروزينتل او الانترو بستيرو ديامتر لو جيت تبص معي هنا هتلاقي طبعا ان انا عندي انتركوستل مصل الانتركوستل مصل وعندي بيحصل لهم برضو مع الديافرام لما تيجي تتنفس انا عندي الانتركوستل مصل بتبقى مسكة في الريبس من برة فلما بيبتدي يحصل لهم بيعملوا لي حكتين بحرف ال اي هم اسموهم اكستيرنال انتركوستل مصل اي اكستيرنال انتركوستل مصل بيعملوا لي ايه الحكتين بيعملوا لي وإيفيرجن حلو كلام إيفيرجن لان هم بيبقوا مسكين في الضلوع من برة فبيبتدي يرفعوهم لفوق لو جيت تبص معي ده شكل الحركة اللي بتحصل ايوة هي ده السهم مساعدة الريب بيبتدي يعمل لبرة كده وفي نفس الوقت إيفيرجن بيخرج لبرة حلو كلام يبقى انا عندي إيفيرجن بيطلع لفوق وإيفيرجن بيخرج لبرة عشان يبتدي يحصل عندي تمدد وتوسع في السرس الكافتي على بعضه عشان اللانج يحصل لها إيفيرجن حلو كلام طيب يبقى ديات الميكانيزم بتاعت الايه الانسبيريشن يبقى انا عندي بيزيد الديامتر عن طريق كونتراكشن اوف الديافرام او كونتراكشن بتاع الاكسترنال انتركوستال مصر دي اول حاجة تاني حاجة لو جينا نفتكرهم هنا بيحصل بعدها إيفيرجن للانج بعد كده لما الإيفيرجن يحصل الانترا بيبتدي يقل عن بحوالي واحد بيبقى ماينس واحد فساعتها ده بيساعد الهوى انه هو يتنقل من الضغط الاعلى للضغط الاقل فيدخل الهوى اللانج عملية الاكسبيريشن بقى جميلة جدا عكس اللي احنا عملينا نحكي فيه بقى منتهى البساطة ودي برضو صورة دي طبعا انسبيريشن وبين فرق جدا ما بين حجم الثراث الكافتي هنا وحجم الثراث الكافتي هنا اللي بيحصل عندي في الاكسبيريشن هو عكس كل اللي حصل في الانسبيريشن مش انا كان بيحصل عندي و كانت الانتركوستالجم ده هنا بقى بيقوم قيل لك لا الغى عمى الانتركوستالجم و يحعل لكوidores 잡아 العقلي فلما انا بيحصل عندي الحاجات دي كل ال pict التبتيتيتي ترجع لان انا بيحصل عندي denkى الانتركوستالجم ثالث حاجة لما جيت أنا دلوقتي ضغطت وقللت الانتركوستال كافتي حلو الكلام وفي نفس الوقت اللونج ابتدت اضياء حصل لها ريكويل وهي فيها كمية الهواء كمية الهواء الكبيرة اللي احنا خدناها في وقت الشهيق كده الهواء كميته فضلت ثابتة لكن الحجم بتاع الرئة زاد ولا قلل حجم الرئة زاد أقل قاسف لأن أنا عم ما لأضغط عليها من كل النواحي يبقى الحجم بتاع الرئة أقل والهواء ثابت زي ما هو يبقى ساعتها الضغط اللي جوه هيزيد ولا هيقلب الضغط اللي جوه هيزيد فيتحول عندي الضغط اللي جوه اللي هو انترا الفيلر بريشر يزيد يبقى 761 واحنا قلنا الاتموسفيريك بريشر كام؟ 760 يبقى زاد عندي الضغط جوه الالفيولاي أكتر من الاتموسفيريك بريشر ساعتها يسمح بمرور الغاز من الضغط الأعلى للضغط الأقل فالضغط الأقل بتاعي هو الايه؟ هو الاتموسفير يبتدي ساعتها الاير يخرج من اللنج يبقى دلوقتي دي الميكانيزم قفل ايه؟ قفل اكس بيريشن يبقى احنا دلوقتي ديت صورة جمعالنا الانسبيريشن والاكس بيريشن لو جينا نقولهم بسرعة جدا هتلاقي اننا بيحصل عندي هو الحكاية كلها الشيستو هل هتتمدد ولا هتقل؟ لو هتتمدد ساعتها هتسمح لللنج بالتمدد ساعتها المساحة بتاعت اللنج هتزيد على نفس كمية الهوى السابتة فالضغط اللي جوه هيقل ساعتها الهوى يدخل من برا لجوه لكن العكس بيحصل ريلاكسيشن للديافرام والانتركوستال مصل فتقل السراس الكافتي فساعتها يقل اللنج تبتدي برضو يقل الحجم بتاعها على كمية الهوى السابتة يزيد الضغط من جوه يخلي الهوى يخرج لبرا من الرئة لبرا يبقى انا دلوقتي خلصت حاجتين اساسيين اللي هو الايه؟ الانسبيريشن والاكس بيريشن تعالا نكلمك على اننا في حاجة اسمها فورسد انسبيريشن ساعتها انت بتاخد نفس قوي جدا اللي هو حاجة حاجة قوي جدا جدا مش الدمش الدفن نفس الطبيعي بتاعك وساعتها انت بتحتاج تاخد فورسد انسبيريشن في اوقات كتير يعني انت بتكون بازل مجهود او ايا كان الحالات اللي انت ممكن تاخد فيها فورسد انسبيريشن لكن الموضوع بيتطلب منك حاجات اكتر طيب عشان يخصل عندي فورسد انسبيريشن انا محتاج ايه؟ اول حاجة اول حاجة هيبقى عندي انسبيريشن عادي لكن فورسد فبقى معايا حاجات مساعدة الانسبيريشن العادي كان بيحصل بايه؟ بيحصل بالكنتراجشن بتاع الديافرام والاكستيرنال انتر كوستال مصل ساعتها انا هصدل مثبت الديافرام والاكستيرنال انتر كوستال مصل دول سابتين بيبتدي يدخل عندي بقى مصلز تانيين هما بيساعدوني في عملية التنفس لما بيكون فورسد انسبيريشن دول بيبقوا مسميين بالاكسيسوري مصلز والاكسيسوري مصلز عندنا لو جينا نبص لهم هتلاقيهم 3S و L و B التلاتة S اللي عندنا هم الليستيرنو كريدو مستويد مصل وطبعا دي احنا عارفينها من اسمها ودي تأهية الليستيرنو كريدو مستويد مصل وبتطلع من الايه؟ من المستويد بروسس وبتروح تمسك في الليستيرنال فبمنطه المنطقية لما اجا اقولك ان بيحصل فيها كونتيراكشن تمام فساعتها الارجن هيقرب من الانسيرشن يبقى الاستيرنم هتتشد الفوق ناحية المستويد بروسس عنده الودان كده فطبعا لما تتشد الفوق هتشد معاها الانتر كوستر مصل هتبتدي تتوسع فالصراس الكافتي هيبتدي يزيد يبقى دي اول حاجة عندنا بنقولها تمام تاني حاجة اللي هو السيريتس انتيريور تمام ديت من المسلز التانية اهيت تمام بتبتدي تشد دلوع لبرا عشان تتوسع تالت حاجة عندي اللي هو الاسكاليني مصل وهي فوق اهيت فين الاسكاليني مصل تمام وبرضه بتبقى مسكة في الكلافيكل انا مش متذكر الاناتومي او الصراحة بس هي الاسكاليني تقريبا بتبقى مسكة في الكلافيكل اعتاقي او اي ان كان يعني انا مش بتاع اناتومي دول التلاتة اللي عندي بتوح حرف الاس ماشي الستيرنو مستويد والسيريتس انتيريور والسكاليني بعد كده عندي البكتورياليز ميجور تمام ودي بتبقى راحة مسكة في الاسكابيولة فساعتها لما بتجي بتشد برضه وبتوسع المكان واخر حاجة عندي اللي تسمس دورساي تمام اهم تلاتة فيهم هم الاسكاليني والستيرنو مستويد واللاتيسمس دورساي دول على حسب اللي احنا شفناهم في البطنة بس عادي يعني البقيين تمام يعني برضه مش مهم ان احنا نحفظه تمام يبقى دول اول حاجة الفورسد انسبيريشن الفورسد انسبيريشن هو بيكون عبارة عن انسبيريشن عادي جدا عن طريق الديافرام والانتركوست المسل زائد مساعدة من مسلز تانية عشان يبقى الانسبيريشن اقوى من الطبيعي اللي هما ايه تلاتة اس وبي وقل اللي هو الاسكاليني والستيرنو مستويد والسيريتس انتيريور والبكتورياليز ويرلاتيسمس دورساي حلو الكلام تعال نروح بعد كده دي الفورسد انسبيريشن الفورسد انسبيريشن ودي حاجة مهمة جدا 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 حتى اشوف انا معلمها لك بالاحمر وهروح اخذ عليها كمان دايرة اكتف بروسيس ما انا دلوقتي قعدت شوية اقول لك ان انا عندي الانسبيريشن العادي ده اكتف بروسيس لكن الانسبيريشن بس في بروسيس وبما ان انا عندي فورسد انسبيريشن يبقى هو اكتف بروسيس اذا كان انسبيريشن عادي اكتف الفرصة مش هيبقى اكتف هنا بقى الفرق الفرصة اكسبيريشن ده بيبقى اكتف ليه لاني انا ببتدي خرج هوا كتير جدا اكتر من الطبيعي فساعتها انا فرصة قوية جدا فمحتاجة مني مجهود فطبيعي تكون اكتف بروسس ودي مهمة جدا وناخد بالنا ان هي اكتف بروسس حلو كلام طيب عشان يحصل عندي الفرصة اكسبيريشن اللي هي الاكتف بروسس انا بحتاج مساعدة من حاجة تانية من عضلات تانية كذلك زي الفرصة اكسبيريشن محتاج مساعدة من مسلز تانية هنا برضو في الفرصة اكسبيريشن محتاج مساعدة من مسلز تانية ايه هي المسلز بتاعتنا اللي هي ابدومينال مصل حلو كلام لما الابدومينال مصل لو جيت تلاحظ كده الابدومينال مصلز اللي هو عندنا دول مش مهم الاسمية بتاعتهم قوي المكتوبة دي المهم ان انا عندي الابدومينال مصلز لما بيبتدي يحصل لهم contraction ده ما يحصل contraction للأبدومين المصل إيه لفوق الأبدومين المصل على طول هتلاقي الديافرايم ساعتها بيقوم وزقين الديافرايم لفوق فلما الديافرايم يطلع لفوق عكس إن هو ينزل لتحت فبيقل عندي الvertical diameter عكس التاني دي كان بيزيد فيه الvertical diameter هنا حصل contraction للإنترا أبدومين المصل رفعت الديافرايم لفوق تمام ال contraction اللي حصل ده قلل لي الvertical diameter دي أول حاجة كذلك ال internal intercostal muscle طبعا عكس ال external intercostal muscle هنا بقى عندي ال internal intercostal muscle اللي بتبقى مسكة في الربس من جوة اللي هي بتبقى في الوضع الطبيعي أصلا بتبقى موجودة يعني direct downward فساعتها لما بيبتدي يحصل لهم contraction بتشد الدلوع لجوة لجوة والتحت فده بيقلل لي transverse والأنتروبوستيرور ديامتر ليه؟ لأن أنا عندي حصل نقص كامل في كل ال dimensions بتاع الثراثي الثراثي فساعتها حصل إن أنا عندي الهوى بيبتدي يطلع لبره حلو كلام يبقى أنا دلوقتي خلصت ال inspiration والexpiration والforced inspiration والforced expiration وكمان اتكلمت على ال cardiac cycle أو الاصد الaspiratory cycle اللي هي عندي inspiration واللي هي عندي inspiration وعندي expiration وعندي expiratory boost بس في حاجة أنا سيتقولها لما نجي نتكلم على ال expiratory boost دي مهمة جداً احنا قلنا كل الحاجات اللي تخصها وإن هي مش موجودة في الاكسرسايز والاسترس وكده دي بتبقى مهمة بتبقى سيجن في كنس بتبقى موجودة في عشان تعمل prevention للمسل fatigue والpotency لأن طبعاً أنا ببتدي أخد فترة الراحة لأن أنا لو فضلت inspiration وexpiration 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 وربعض 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 ساعتها أنا هبتدي أدخل في مسل fatigue ودي نقطة مهمة جداً كانوا تكلموا عنها في المحاضرة دلوقتي نيجي لجدول فاضي خالص بس أنا أتمنى أن أنت تملاق معايا من دماغك الأول أو حتى لو هتوقف الفيديو وتملاق كده كده هجيبولك السلايد اللي بعدها مليان بس أنا أتمنى أن أنت توقف وتقول الحاجات اللي أنت يعني أنت ممكن تكون جمعتها في مقارنة ما بين الinspiration والexpiration والforced expiration والforced expiration وربعض يعني مثلاً لو قلت نقطتين أو ثلاث نقط مقارنة الأمور هتبقى جميلة يعني قلتهم دلوقتي من قبل ما تذاكر الأمور هتبقى جميلة طيب دعنا بقى عشان ما نضيعش وقتنا نجيب الجدول متقارن لو جيت أكلمك على الinspiration احنا عارفين أنه هو active process بيبقى فيه المسل contraction بيحصل عن طريق contraction للdiافرام والexternal intercostal muscle ساعتها الثراثي الكافتي كله بيزيد في كل الdimension فاللنج يحصل لها إكسبانشن يبتدي يحصل عندي negative thrust pressure أو thrust pressure بيقل لجوه الإنترا الفيرار بيبتدي يقل لجوه فيخلي الهوا يدخل عكسها الexpiration passive process ما بيحصلش contraction للمسل بالعكس بيحصل relaxation للdiافرام بيقل الثراثي الكافتي وبيقل الdimension واللنج يبتدي يحصل لها recoil يزيد الضغط جواها ساعتها بتخلي الهوا يخرج لبرها دي أول حاجة للinspiration والexpiration تمام؟ ونأكد ان الinspiration active والexpiration passive لأنه برضو أكدوا على ان الحاجات دي في المحاضرة والforced inspiration هنعرفين ان هي active والforced expiration active برضو حلو الكلام؟ طيب الforced inspiration بيبقى عندي الdiافرام والextended intercostal muscle بيحصل لهم contraction زي الinspiration الطبيعي لكن محتاجين مساعدة من 3S وB وL تمام؟ لكن الforced expiration بيبقوا محتاجين مساعدة من الابدومين المسل وهنا طبعا الفرق ان في الforced inspiration العضلات المساعدة بتشد الضلوع لفوق وبتوسع الثراثة الكافتي الحاجات التانية بتزوء الديافرام من تحت تطلعه لفوق فبتقلل لي الثراثة الكافتي تمام؟ لما بيبتدي يحصل عندي forced inspiration عشان يحصل بيوصل الانترا الفولر بريشر ان هو يقل الحد مينس عشرين ملي ملي متر ميركري مينس عشرين ورقم مهم مينس عشرين لكن في الforced expiration من كتر الضغط ومن كتر الضغط ومن كتر الضغط بيبقى الضغط جوه الانترا الفولر بريشر زائد 30 تخيل فقا انت هتطلع الهواء بصورة دي طبعا مينس عشرين وزائد 30 مقارنة بان انا عندي الستاندرد بتاعي اللي هو الاتموسفيرك بريشر يعني الاتموسفيرك بريشر هو 760 فانا ده لو مينس عشرين يبقى انا ساعتها الانترا الفولر بريشر 740 الثاني زائد 30 اللي هو هيبه 790 حلو الكلام يبقى احنا كده خلصنا اول جزء في المحاضرة ممكن اش عايف طولنا شوية ولا ايه بس اتمنى ان الامور تكون اتفهمت ووضحت يعني هنخش بعد كده على جزء سريع هنحاول نخلصه بصورة ان شاء الله اسمه السيرفاكتنت تمام السيرفاكتنت ده مهم جدا 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 انا عندي حاجة اسمها السيرفاكتنت ماشي وعندي السيرفاكتنت اللي هو السيرفاكتف ايجنت تمام وهو الاكتف ايجنت اللي بيقلل السيرفاكتف تنشن الفليويد لاينج الالفيولاي وبيطلع من الـ type 2 الى هي الجلانولر نيوموسيتي انا قرئت السلاييد بالانجليسي ماشي طيب انا دلوقتي لو جبتلك السورة ديت احنا عارفين ان الا الالفيولاي من جوة لما بتيجي تتكون بيكون فيها الالفيولاي من جوة بيتبتدي يحصل لها ليننج من هنا كده بالمية حلو الكلام جزيئات المية وكمان عندي الهوى المفروض بيتركز في النص هنا أنا دلوقتي عندي surface tension بتاع المية أعلى من الهوى عشر مرات فساعتها قدرة جزيئات المية إن هي تتخلل مبين الهوى أكبر بعشر مرات يعني دلوقتي المية بتبقى مسكف بعضها أقوى من الهوى بعشر مرات يعني لو الهوى ده المية تقدر تدخل جواه تدخل جواه تدخل جواه تدخل جواه تدخل جواه تدخل جواه ساعتها الألفولاي مش هتتميلي هوا هتتميلي مية يقوم ربنا خلق لنا حاجة اسمها surfactant دي حاجة مهمة جدا 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 السيرفاكتاند ده اللي بيفرزوا type 2 alveolar cells اللي اسمها granular neumocytes السيرفاكتاند ده بيقوم جاي معلم يقوم إيه يقوم أنا دلوقتي ده السيرفاكتاند هوا حلو الكلام المفروض هنا مية 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 هنا ده بقى بيروح مقللي السيرفيستاندشاند بتاع المية اللي هي بتبقى جواه في الألفولاي تمام عمال يفصل ما بينهم يفصل ما بينهم ليه عشان يحافظ على الهوى في نص الألفولاي ما يدخلوش مية كتير وساعتها لما المية كتير تبطي تدخل في الألفولاي بيعمل لي مرض اسمه بالمونري إيديما تمام ودي مش قصتنا لكن حاجة مهمة اسم المرض ده بالمونري إيديما ومن أشهر الحاجات يعني لكن احنا فكرتنا كلها ان انا ربنا خلق لنا حاجة اسمها سيرفاكتانت عشان تكون موجودة ما بين جزيئات المياه اللي بتلاينينج الالفيولاي عشان تقلل السيرفيس تنشن بتاعتها فساعتها يحميني من مشاكل كتير ممكن تحصل زي البلمونر ايديمة وحتى يحميني كمان من ان انا يحصل عندي ريكويل للالفيولاي ان هي ما يبتديش يحصل لها انكيماش وانا دلوقتي لو جيت في الصورة اللي على ديت اللي ما فيش فيها سيرفاكتانت السيرفيس تنشن اللي جوه الالفيولاي بيبقوا قد بعض حلو كلام لكن انا دلوقتي عندي واحدة من الالفيولاي واحدة كبيرة اللي هي اللي على يمين واحدة صغيرة فطبيعي الضغط اللي جوه الصغيرة هيكون اعلى لان النفس كمية الهواء في الالتنين سابت فالضغط اللي جوه الصغيرة هيكون اعلى حلو كلام طيب لما بسبب الموضوع ده هتلاقي اني الالفيراي اللي على الشمال عندها قدرة يعني محتاجة يعني محتاجة شغل اكتر ان هي تستوعب هوا فطبيعي تين ده اكتر ان هي تكولابس يعني دلوقتي الضغط اللي فيها اعلى فهي ممكن تتقفل اسرع مع الضغط اللي فيها اعلى لكن على عكس التاني لما يجي تكلمك دلوقتي على السيرفاكتنت السيرفاكتنت ده هم الاثنين مختلفين في الحجم المفروض ان الاصغر في الحجم بتبقى عندها قدرة اكبر ان هي يحصل لها كولابس هنا بقى بوجود السيرفاكتنت الاثنين بيبقى عندهم نفس الضغط لان انا قللت السيرفاكتنت بتاع المية حلو كلام يبقى دي حاجة مهمة جدا اسمها السيرفاكتنت اللي هو بيقلل السيرفاكتنت ده بيتكون من ايه دي اه طبعا احنا قلين ان هو بيطلع من تايب تو نيوموسايت اهيت بتبتيت يتطلع لي السيرفاكتنت واحنا طبعا دي عارفين ان الاير بيكون في نص الالفيولاي اهو اللي احنا بنتكلم فيها وده الاير والليكود انترفيرنس اللي هما بيدخلوا اصاب بعض لان دي المياهيت بتبقى من لاينينج من برا وعندي هنا السيرفاكتنت اهوة تحمي الامور كلها اهوة 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 عشان ما يخليش المياه تتخلل لجوه ويحصل عندي بلمونة الايديمة طيب عشان ربنا يخلقوا بالشكل ده ربنا يخلقوا في طبيعة رهيبة جدا 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 والسيرفاكتنت ده عامل زي بالزبط لما تجيب مياه وتملأ نص الكوباية مياه وتحط عليها نقطة زيت من برا عازل عشان يقلل الموضوع ده ما يخليش الهوة والجزئات الهوة تخترق المياه والعكس صحيح طيب السيرفاكتنت ده ليبو بروتين ميكتشار نقطة زيت يعني زي ما هما بيقولوا ليبو بروتين بيتكون من فوسفوليبد داي بالميثويل لسيسين لسيسين حلو الكلام واسمه مهم طبعا احنا عارفين ان هو وظيفته الاساسية ان هو يقلل السيرفستنشان كمان ربنا خلق لنا عندي الابو بروتينز والكالسيوم ايونز ودول بيبقوا مهمين جدا عشان يتفرد السيرفاكتنت يتفرد يتفرد بطول الايه بطول الالفيولاي عشان يحميها كلها يبقى انا دلوقتي عندي السيرفاكتنت بيقلل السيرفستنشان السيرفاكتنت لايبو بروتين النيتشر السيرفاكتنت بيتكون من فوسفوليبد داي بالميثويل لسيسين السيرفاكتنت بيبقى فيه كالسيوم ايونز بيبقى فيه ابو بروتينز عشان يساعد ان انا يحصل عندي سبريد تتفرد على الايه على الطبقة كلها طب ايه هي الفانكشن بتاع السيرفاكتنت اول حاجة احنا عملين نقول دكريز السيرفستنشان دكريز السيرفستنشان اول حاجة بيعملها هي دكريز السيرفستنشان بتاع الفليويد اللي هو بيعمل الالفيولاي فساعتها هيحميني من انا المية تدخل لجوه حلو كلام طيب لما يحميني من الموضوع ده اللانج هيبتدي يحصل لها ريكويل لا ما هو اصلا وظيفته الاساسية انه ما يخليش ان الاصغر في الحجم فرصتها اكبر انه يحصل لها كل لابس لا ده انه هما الاتنين يبقوا زي بعض في البريشر فما يحصلش كل لابس اكتر فلما الالفيولايس كلها تبقى بصحتها كويسة ساعتها هل ده هيحسن ان وظيفة الرئة ولا لا هيحسنها يبقى اللانج هيساعدها ان هي يحصل لها اكسبانشان ديورنج الانسبايريشن لان كل الالفيولاي سليمة دي اول حاجة تاني حاجة في معلومة او في عنوان هنتكلم عليه في الاخر خالص اسمه الورك اوف بريثينج اللي هو المجهود اللي انت بتحتاج تعمله عشان تتنفس تمام فدلوقت اللي انا عندي الالفيولاي حصل لها كل لابس محتاجة مجهود عشان تستقبل هوى ولا لا هي اصلا افلة على بعضها محتاجة مجهود ولا لا اكيد محتاجة مجهود لكن لو الفيولاي طبيعية مفتوحة مش محتاجة مجهود فالورك اوف بريث طول ما السير فاكت انت موجود هتلاقيه قليل كده كده هنتكلم على الورك اوف بريث في الاخر بعد كده احنا عملين نقول اللانج بيحاول يحميها ان هي تتقفل اللانج بيحاول تحميها انها تتقفل اللي حاول يحميها انها تتقفل وهو بريفينت اللانج كولابس ديورنج الإكسابيريشن وآخر حاجة بيبروتيكت أجنست البلمونري إديما ودورك المتين إحنا قيلينهم وهو بمنتهى المنطقية بيخليش المية تخترق وتدخل في الهوى فساعتها يحميني من البلمونري إديما أول فانكشن عندنا تاني فانكشن إنه هو له باكتيريوليتيك إفكت تمام وبيعمل استيميليشن للمكروفاج وبيأسيس السيلا ريموفمينت في الأبر اسبيروتري تركت أهم فانكشن له للسيرفاكتنت هو ديكريز السيرف استينشن عشان يحميني من البلمونري إديما واللانج كولابس وبيساعدني في اللانج إكسبانشن وبيقلل الورك أوف بريث دي أول حاجة بنتكلم فيها السيرفاكتنت طيب السيرفاكتنت ده طبعا المفروض إن ربنا خلقنا بيه طيب ممكن ما يبقاش موجود أو ممكن ما يبقاش موجود طيب إيه اللي ممكن يخلي عندي السيرفاكتنت مش موجود يقيمة مشكلة في طفل يقيمة مشكلة في شخص أدلت مشكلة الطفل عندنا إن أنا يكون عندي الطفل ده نازل من غير سيرفاكتنت فبيكون عندي الحالة دي بيكون عندي ريسبييراتوري ديسترس سندروم طبعا إنت شايف هنا دي النورمال ألفيولاي هاي شايفينها بص واضحة جدا في الصورة هنا وبص عكسها الكولابس الألفيولاي عاملة إزاي أكيد طبعا فرق شاسع في استقبالها للهواء وقدرة التخزين وكمان الهواء الكمية بتاعت الهواء اللي دخلها واللي خارجة والكمية اللي إنت محتاجها من الهواء عشان تفتحها والعكس فالموضوع مختلف تماما الريسبييراتوري ديسترس سندروم ده ده هي لين من برين دي سيز بيحصل في الأطفال اللي هما بيبقوا بريماتيور اللي هما بيتولدوا قبل سنهم الطبيعي طب ليه بقى؟ لإني بيبتدي يحصل عندي ديفيشنسي في السيرفاكتنت ده ماشي ليه بيحصل عندي ديفيشنسي في السيرفاكتنت أو بيبقى مور كومان فين بيبقى مور كومان في الأطفال اللي هما بيبقوا بريماتيور عشان نقص الكورتيزول نقص الكورتيزول لإني السيرفاكتنت عشان يبتدي يحصلوا سيكريشن محتاج كمية كبيرة جدا من الكورتيزول اللي هو بيبتدي والسيكريشن بتاع السيرفاكتنت بيحصل في وجود كمية كبيرة من الكورتيزول قبل الولادة على طول فالأطفال اللي هما بيتولدوا في السابع والحاجات دي بيبقى عندهم أكثر عرضة ان هما يحصل لهم الحتة دي دي اول حاجة تاني حاجة ان انا يكون عندي طفل نازل بثيرويد ديفيشنسي عنده مشكلة في الثيرويد جيلاند حلو كلام من غير تفاصيل في الموضوع بتاع الثيرويد جيلاند ده لانه له تفاصيل تانية ممكن نتكلم فيها لكن ان انا عندي نيونيت وثيرويد ديفيشنسي والناس اللي هم عندهم الام لما يكون عندها نقص الكورتيزول ساعتها دي بتبقى مهم عشان كده في بعض الدكاترة مثلا بتوع الناس وكده لما الام تروح تتابع معاه بيسألها مثلا انت ما خلفتي قبل كده طفل قبل الولادة لا قبل المعادة الطبيعي يعني في الشهر السابع ولا حاجة طبعا يعني فايدة السؤال هنا ان هي لو خلفت قبل كده طفل قبل الولادة ساعتها يبتدي يديها هو الكورتيزول قبل الوقت المناسب اللي هو المفروض هيطلع من الجسم عشان لو حتى حصل ان الولد تولب بدري يحميه من حاجة زي دي يبقى اول حاجة بتعملي Syrfectant Deficiency اللي هو Respiratory Distress Syndrome اللي هي بتبقى موجودة في الاطفال او يبقى عندي مشكلة في الادلت المشكلة في الادلت مثلا شخص مدخن الشخص المدخن ده بيحصل لي الـ cigarette smoking لما الشخص يدخن ده بيكسر لي الـ alveolar cells الـ type 2 alveolar cells الـ type 2 alveolar cells دي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعملي secretion للsyrfectant الف مبروك صرت السيرفاكتنت الف مبروك ثالث حاجة لما دلوقتي الجراحات بتاعت القلب وكده تمام احنا عارفين طبعا ان فيه communication قوي جدا ما بين الـ heart والlung تمام وفيه عندي كمان المفروض الحاجات دي احنا عارفينها من الموديول بتاع الكارديو فانا لما اجي اعمل جراحة قلب واللي حاجة ممكن يبتدي يحصل عندي خطأ بسيط يعملي interruption للـ pulmonial circulation يوقف لي او يحصل انقطاع بسيط في البلمنالي circulation ساعتها انا الابسيليم بتاعي مش هيقدر يتضلع للسيرفاكتنت فدي ممكن تعمل لي سيرفاكتنت ديفيشنسي رابع حاجة اني شخص حصل له inhalation لبير اكسجين فور لونجو تايم اصلا المفروض لما يكون شخص مثلا تعبان ولا حاجة ومحتاج ان هو يتحط على فنتليتر وكده او بياخد اكسجين ما بياخدش اكسجين صافي 100% بيكون فيه على الأقل حوالي 5% من الكربون ديوكسيد عشان يحميه من مشكلة زي دي لاني برضو بتبتدي يتكسر لي الالفيولار سيلز اللي هي بتبقى مسؤولة عن تصنيع السيرفاكتنت او يكون شخص كبير عنده نقص الكورتيزون سيكريشن هو نفس الفكرة او عندي هايبوثيروديزم اللي هو شخص كبير عنده مشاكل في الثيرويد هيرمون او الانكريز الانسولين سيكريشن اللي هو يكون عنده انسولين كتير وصراحة مش عارف الميكانيزم فمش مهم السيرفاكتنت بتاعنا هوت وديه المية اللي جوه وديه السيرفاكتنت بتاعنا وديه الالفيولار في ليو ده هيت اللي هي باللون الازرق وده السيرفاكتنت بتاعنا وديه طبعا السيلز اللي هي � vast types two اللي بتصنعلي السيرفاكتنت اللي احنا بنتكلم فيه ال air هنا هو تاخد المساحة بتاعته بص المساحة بتاعته كلها كافية ازاي الامور زي الفل تمام ابتدى يحصل عندي مشكلة شويه وخسرت جزء من السيرفاكتنت بتاعي المية بتدت تدخل وتاخد مساحة من الهواء. بص بقى معايا باشا المساحة اللي كانت كل دي لما كانت للهواء خدت انا نصها. طبعا دي اول حاجة. شوف بقى باشا ده ما حصل الموضوع كله نبقاش فيه مساحة للهواء. انا كده اضع شبه دخلت فيه البلمونري ايديما يبقى ربنا خرق لنا السيرفاكتنت لحاجة مهمة جدا تمام خلصنا السيرفاكتنت ندخل فيه حاجة اسمها compliance اللي هو معدل اتساع او قدرة الاتساع بتاع اللانج. تمام? طيب ايه هي compliance? لما نجي نتكلم عنها هنقول بنقول ان هي قابلية الاتساع حلو كلام? طيب لو جيت اقول لي خد لي مثال قبل ما نتكلم على اللانج لو جيت اقول لي خد لي مثال اللي هو البلونة انت دلوقتي يمسكت بلونة حجمها صغير ونفغت فيها. اول حاجة بتبتيت تحصل ايه? اول حاجة بيبتدي يحصل عندي تغير في الحجم الحجم بتاعها بيبتدي يجبر تمام? دي اول حاجة تاني حاجة بعد النهاية بتاعت النفخ بتاعك بيبتدي يحصل عندي تغير في البرشر صح ولا لا? الضغط الجواها بيبتدي يتغير ولا لا? بيبتدي يتغير. يبقى انا دلوقتي اول تأثر بيحصل عندي اللي هو الدلتا V تغير في الحجم تاني حاجة الدلتا V تغير في البرشر ده بيصحبه يبقى أنا دلوقتي لو جيت أقولك اعمل لي علاقة ما بين الدلتا V والدلتا B هتلاقيك بتقولي إن هي علاقة طردية كلما زاد الحجم كلما زاد البرشار في الآخر ما هو طبعا أنت لو نفقتها للآخر أكيد البرشار اللي جواها هيبقى عادي الضغط اللي جواها هيبقى عادي لكن لو نفقتها حبة صغيرين الضغط اللي جواها هيبقى قليل فطبعا دي بتعتمد على الحجم يبقى انا دلوقتي لو جيت اعمل علاقة هتقول ان انا عندي الدلتا في تتناسب طرديا مع الدلتا في حلو كلام برضو لو جينا نكمل على نفس القوانين بتاعتنا وجيت اقول لك يعني ايه الدلتا في من المعادلة لما اجي اقول لك ان انا عندي دلتا في بتساوي الدلتا في سا ممكن نكتب لو انا قلت لك دلتا في ايه ده لحظة واحدة دلتا في بتساوي دلتا في لو جينا جينا ناخد الطرف ده يبقى اكيد الدلتا في بتساوي الدلتا في في كونستنت صح ولا لا ما هو ثابت لو انا لو انا زودت الحجم بنسبة معينة الضغط برضو هيزيد فالكونستنت ده ثابت ايه هو الكونستنت ده بقى هو الكمبليانس بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه هو ده اللي احنا عايزين نوصله السابت اللي هو معامل الاتساع معامل الاتساع طب لو لو جيت اقول لك على المعدلة الاخيرة الدلتا في بتساوي الدلتا في في الكمبليانس لو جيت اقول لك خدلي الكمبليانس هتلاقيك بتقسم الطرف ده على الطرف ده يبقى انا عندي الكمبليانس بتساوي الدلتا في على الدلتا في يبقى التعريف بتاعه هو الريشيو او النسبة ما بين التغير في الحجم للتغير في الضغط فلو جينا أعمل معادلة هتلاقي الدلتا في على الدلتا بي اللي هو اللي تشينج اللي بيحصل في الفوليوم على اللي تشينج اللي بيحصل في البريشر طب إيه أهمية الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه ده قلنا طبعا أنه هو معامل الاتساع بتاع الرئة معامل الاتساع فهو ده بيئيس أو المجر الدستنسابيليتي اللي هو قدرة الرئة على الاتساع يبقى ده أول حاجة لما تيجي تتكلم دلوقتي على الكمبليانس بتاع الرئة هو لو جاء الرئة لوحدها كتعريف هو بيبتدي يحصل عندي تغير في الفوليوم أو الحجم بتاع الرئة in relation to التغير في الضغط بتاع الرئة هنا بس أنه احنا هنعرفها بالرئة فعلى حسب المعادلة الدلتا بي اللي هو تشينج في اللونج فوليوم على الدلتا بي اللي هو تشينج في البريشر اللي هو جوه الرئة طيب الرئة بيأثر عليها إيه؟ بيأثر عليها ضغطين الضغط اللي هو جوهر البلورة فبيبقى intra بلورال بريشر وإحنا طبعا عارفين البلورة اللي هي إيه؟ اللي هي اللي بتبقى محوطة اللونج من بره دي المفروض في الأناتومي إحنا عندنا اللونج بتبقى يعني إحنا دلوقتي لو جينا اللونج بتاعتنا كده تمام؟ بيبقى فاصيلها عن الثراث الكافتي طبقة كده اسمها بلورة بلورة فطبعا بيبقى عندي الضغط بتاع البلورة ده مهم جدا فالضغط جوه الرئة بيتأثر بحاجتين ضغط الألفولاي وضغط الإيه؟ وضغط البلورة فلو جيت أقول لك التغير في الضغط يبقى بيساوي الألفولار بريشر ناقص البلورة البريشر لما تيجي تتكلم هنا اللي هو ترانس بلمونري بريشر يعني ما ممكن تسميه ترانس بلمونري اللي هو حوالين البلورة كلها بيساوي الألفولار بريشر ناقص الإنترابلور بريشر يعني ضغط اللي جوه جوه الرئة ممكن نسميه ترانس بلمونري اللي هو الضغط اللي هو جوه الألفولاي ناقص الضغط اللي هو جوه البلورة ساعتها النتيجة إنها إيها هتطلع لي وده اللي إحنا يهمنا في الموضوع كله اللي هو بتساوي 22 من 100 لتر لكل سنتيمتر مكعب من المية يبقى أنا دلوقتي عندي الكمبيلانس بتاع اللاج اللي هو تغير الحجم مقارنة بتغيره الضغط وتغيره الضغط بتاعي بيكون عندي ضغطين بيأثروا على الرئة الالفولار بريشر والبلورال بريشر فساعتها أنت هتطرح الالفولار بريشر ناقص لإيه البلورال بريشر هيطلع لك النسبة 22 من 100 في عندي كيرف لو جينا نتكلم عنه اللي هو اسمه بريشر فوليام أو الكيرف اللي هو الكمبيلانس الكيرف بتاعنا ده بيقول لنا إيه بقى الكيرف بتاعنا ده بيقول لنا إن أنا لو جيت جبت رئة معينة مقفولة حصل لها كلابس لو جبت رئة حد ميت وجيت أنا عملت لها التجربة دي ابتديت أنا عرضها للهوى بتاعي ونشوف معامل الاتساع بتاعها حلو كلام وإحنا قيسين الكمية بتاعتنا هتلاقي إن الكيرف بتاعي هو تواخد حرف الاس عملت شبه حرف الاس حلو كلام طيب أول حاجة لو أنا دلوقتي جيت في الألفولاي اللي هي كلابسة تمام هي كلابسة أصلا هي معمول لها ريكويل هي مقفولة على نفسها وإحنا شفنا الصورة بتاعت الألفولاي كلابسة أنت محتاج ضغط قد إيه عشان يبتدي يحصل لها إكسبانشن أكيد أنت محتاج ضغط قوي جدا 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 عشان يحصل لها إكسبانشن طيب يبقى أنا دلوقتي عندي الألفولاي وهي كلابسة معامل الاتساع بتاعها اللي هو الكومبليانس بتاعنا هل هو عالي ولا هو واطي أكيد طبعا واطي ليه؟ لأن أنا محتاج بريشار عالي جدا والبريشار بتاعي وهنا عندي المعادلة هفكركم بالمعادلة اللي هي الكومبليانس بتساوي الدلتا V على الدلتا B ده الدلتا مسلس ماشي؟ طيب أنا دلوقتي ده اللي إحنا بنتكلم فيه لو أنا قلت لك الضغط اللي إنت محتاجه عالي جدا جدا عشان تعملها فالمقام لما يبقى عالي يبقى أكيد الكومبليانس يبقى واطي فيبقى عندي low كومبليانس دي أول حاجة اللي هو أنا بحتاج high pressure عشان أنفخ اللانج طيب لما أنا وصل للضغط معين اللي هو critical pressure تمام هتلاقي أني أغلب الألفيولاي بتادي تتنفخ أو توصل للحجم الطبيعي بتاعها تمام فساعتها معامل الاتساع بتاعها هتلاقي زيادة لكن بعدها بقى هي وصلت لأقصى درجة ممكنة من الاتساع هي خلاص بقت كلها مفتاحة للآخر أنت ساعتها محتاج ضغط جديد جدا 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 عشان تقدر تخليها تتمدد أكتر تاني فساعتها أنت هترجع لل low كومبليانس حلو الكلام يبقى ده الكيرف بتاعنا اللي هو أنت هنا يدوبك عمال تزوده 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 وده في الفوليام بص في الأول عمال كومبليانس ضعيف جدا أنت عمال تزود الفوليام والزادة بسيطة لكن عند كريتيكال بقى عند كريتيكال بوريام ساعتها عند كريتيكال بريشر بيبتدي يزيد الفوليام لأن الـ بيزيد معامل الاتساع بيزيد عند الضغط ده طبعا الكيرف بيبقى زاد بعدها كلهم مصل لحد نقطة النهاية ما فيش إمكانية أن هما يتسعوا محتاج ضغط جديد جدا 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 عشان تقدر تزوده طبعا زي ما احنا قلنا اللي هو كان بيبقى 22 من 100 ده اللي هو بيحصل عندي معامل التغير ما بين الحجم في اللانج والشيستوول للتغير في البريشر بتاع اللانج والشيستوول بتعرفهم بس مش أكتر وهنا لما تيجي تقسمها هتلاقي البريشر اللي هو جوه في اللانج والشيستوول اللي هو الترانس سوراسيك بريشر التاني كان ترانس بالبونالي ده ترانس سوراسيك بريشر هتقسم بقى الأليبيولار بريشر ناقص الأتمسفيريك بريشر هيتطلع في الآخر بالنتيجة النهائية 13 من 100 طيب ايه هي الفاكتورز ايه هي الحاجات اللي ممكن تأفكت الكمبيانس بتاعي في عندي طبعا الفاكتورز اللي بتأفكت الكمبيانس بتاع اللانج والشيستوول في فاكتورز بتأفكت الشيستوول اه معامل التساع بتاع الشيستوول اول حاجة طبعا الحاجات اللي هي بتقلله اول حاجة ان انا يكون عندي أوبيزتي تمام شخص تخين فهو اصلا مفيش تمدد مفيش معامل تمدد ده الدنيا بايزه خالص تمام طيب عندي العمود الفاقري فيعني اللي ممكن يحصل في الرئة والحاجات دي هيبقى قليل جدا تمام او حتى مصاب بالفيروس اللي هو بوليو مايلايتس او يكون عنده أرثرايتس للفيرتبرا بيبقى فيه واجع شديد جدا عنده التهاف في المفاصل وكده في الفقرات بتاع العمود الفاقري فهي تعتبر طبع الديفورمتي او في السباين تمام طيب ايه الفاكتورز اللي بتبقى موجودة في اللانج بتبقى موجودة في الرئة اول حاجة اللانج الالستيستي اللانج عندي بتتكون من الالستيك فايبر تمام والالستيك فايبر اللي عندنا بتخلي بتخلي الكمبيانس حالو كلام طيب لو انا دلوقتي جيت اقولك ان انا عندي انفيزيمة الانفيزيمة دي بقى بتعمل ايه الانفيزيمة دي بتبوز للالفيلار سيبتا بتقلل اللانج الالستيستي فبرضو بيزيد الكمبيانس معامل الالتساع طيب في الالد ايج برضو بيبتدي يحصل عندي اللانج الالستيستي اللي هو اصلا اللانج الالستيك فايبر احنا قلنا انها بتخلي اللانج تند توري كويل انها ترجع تقفل تاني فانا خلاص خسرت الالستيستي كلها فطبعا معدل الاتساع او معامل الاتساع بتاعها هيزيد طيب دو انا عندي لانج فيبروزيز دو انا عندي حصل فيبروزيز جوه الالفيولاي اللي جوه اللانج يبقى انكمشت على بعضها الاتساع بتاعها والكمبيانس بتاعي اكيد هيقل دي اول حاجة بتأثرلي اللي هو اللانج الالستيستي سواء كان انفزيما بتزوده او او الفيبروزيز بيقلله تاني حاجة السيرفستنشن او في الفيليويد اللي بيبقى موجود جوه الالفيولاي لو انا دلوقتي عندي خسرت السيرفاكتنت فساعتها هدخل في الالديمة فهنا طبعا الكمبيانس معامل الاتساع هيقل او السيرفستنشن زاد اللي هو خسرت السيرفاكتنت اللي هو بتساوي اللانج الالستيستي اخسرها او السيرفستنشن او السيرفاكتنت انت اخسرته او حاجات في الشيستوول سواء بقى أوبيز او ديفورمتس في الاسبين او اي او بوليو او ارثريتس طويل لما اجي كلمك على اخر موضوع عندنا في المحاضرة انا مش يعني انا بعتزل لو طولت واتمنى ان هي تكون كانت كويسة عندي الورك اوف بريثنج هو بيكون عندي الورك اوف بريثنج اللي هو المجهود اللي انت بتبزله عشان تتنفس تمام هل انت محتاج مجهود في التنفس اللي هو الاوبنية تمام هتلاقيك بتقول لي ديوريج الانسبيريشن بس لكن ما فيش اكسبيريشن ليه لان انا عندي الانسبيريشن بيحصل فيه مصر كنتركشن انت المفروض تجاوبني لكن الانسبيريشن ما فيش فيه اي مصر كنتركشن يبقى الامور تمام اكيد طبعا لكن ما بتقدرش انت تخرجه في خلال الاكسابيريشن فساعتها انت محتاج مجهود كبير جدا عشان تخرجه. فده الورك اوف بريسنج. طيب ايه اللي عندي الورك اوف بريسنج امتى? لما الكمبيلانس بتاعي ال. فاللانج في بروزيس بيقل. او ال ايروي ريزيستنس زي في البرونكيا الازمة. دي بتبقى يعني بتبقى موجود. حلو كلام? طيب. طيب الورك اوف بريسنج ده انا بعمله ليه? عشان اقدر اتغلب على القوة بتاعة الرئة. يعني عندي اول حاجة بتاع اللانج والشست وال. اللي هو اللي بتخليها ان هي بتخليها تحاول تقفل اكتر اكتر اكتر. فساعتها انت بتبقى محتاج خمسة وستين في المية من الورك اوف بريسنج عشان تتغلب على القوة دي. تاني حاجة بتشو بتاع اللي هي اللي بتبقى موجودة في اللانج والشست وال. دي بتبقى حوالي سبعة في المية. واخر حاجة اليروي ريزيستنس. تمام? ممكن يبتدي يحصل عندي مشاكل في اليروي. تمام? تخلي فيه ريزيستنس او فيه مقاومة لدخول وخروج الهوى. فساعتها بتبقى حوالي ثمانية وعشرين في المية. وبتعتمد اكتر على الديامتر بتاع اليروي. هل اليروي ديق ولا واسع ولا الديام بتاعه كان شديد قوي ولا لأ. دي كلها حاجات انتو هتبتدي يتعرفوها بعدين. او يبتدي يحصل عندي زيادة في البرونكو كونستريكشن زي في البرونكيا القزمة. فده بيعمل لي نارونج اليروي. يبقى انا محتاج مجهود اكتر. حلو الكلام? تمام. اخر حاجة عندنا بقى خالص اللي هي هنسأل بس خمس اسئلة كده ينشطونا المعلومة عندنا وتمنى ان انتو تجاوبوهم. يعني اول حاجة الinspiration time واحد وسبعة من عشر ولا لأ لا طبعا الinspiration time ما كانش هو الواحد وسبعة من عشر السايكل كلها كانت تلات ثلاث ثواني واحد وسبعة من عشر دي كانت الexpiration لكن الinspiration كان واحد وثلاثة من عشر والبوز بتاعتنا كانت سبعة من عشر تمام طيب الforced expiration هل هو passive movement أو passive process ولا لأ أنا سامعك اللي بتقول صح ما ينفعش لأنا بقول لك forced expiration ما ينفعش يا باش نحن عادنا نقول عليها هي بتبقى عبارة عن اكتف بروسس طيب المين انسبيراتوري فانكشن المين انسبيراتوري مصل انا ممكن اكون كتبها غلط هو الديافرام هل هو صح ولا غلط صح طبعا الديافرام بيمثل حوالي 85% والديافرام طالع من فرينيك نيرف من سي 3 و 4 و 5 تمام طيب حاجة لطيفة كده في السريع لو انا دلوقتي حصل عندي اي ليجن فوق المستوى بتاع سي 3 و 4 و 5 اه لو انا مثلا حصل عندي اي مشكلة في سي 2 وكده طبعا انا مش هيطلع عندي فمش هيبقى في عندي اي تغزية للديافرام فساعتها يحصل عندي انا خسرت الوظيفة بتاعت الديافرام ساعتها حصل عندي عدم القدرة على التنافس ساعتها الشخص مات ودي الفكرة بتاعت الشن لما بيجوا يشنق حد بيبتدي يعملوله هنا بيحولوا عند سي 2 والحتة دي كده عشان يبتدي يحصل عندي ليجن تخسرلي الحتة دي كلها حلو كلام طيب رابع سؤال سيرفاكتاند ده بروتين النيتشر لا هو لي بروتين النيتشر ده ليبت وبروتين سوا اخر حاجة الابيزتي بيزود الكمبيلينس وده لا اكيد طبعا لا احنا قيلينها من ضمن الحاجات اللي في الشيستول اللي بتقلل الكمبيلينس شكرا جدا لكم واتمنى ان شاء الله ان المحاضرة تكون كانت كويسة ولو في اي حاجة ياريت تبلغونا وتواصلوا معنا على اكاونت نجاح وبالتوفيق ان شاء الله اشتركوا في القناة